لا حل المأساة السورية إلا يعتبر نفسه صوتاً خافتاً ونعتبره صوتاً موجوداً مهما خفت لا يرى الحل إلا حول طاولة الحوار حوار بين كل الأطراف المتنازعة حوار منزوع السلاح أيوب بن غادة من الجزائر مساء الخير لا حل للمأساة السورية إلا بالجلوس على طاولة الحوار لكن لكي تدرك هذا عليك أولاً أن تتخلص من طائفيتك وأن تنزع كل الحقب والرغبة في الانتقام الموجودة في قلبك لكي لا تتشوى السورة لديك لا حل موجود سوى هذا الحل وهو السبيل الوحيد الحل العسكري إلى متى وإلى أين مدامة المعارك متكافئة هذا مدعوم من هؤلاء والآخر مدعوم من أولئك وكل الداعمين لن يفرطوا في مدعوميهما طبعاً حفاظاً على مصالحهم الخاصة فلن يأتي الحل العسكري بشيء إلا المزيد من الدماء والتهجير والدمار كما تشاهدون في هذه الصور كيف نصل إلى هذا الحل الجلوس على طاولة الحوار أولاً أن نعتمد على الضغط الشعبي في الداخل السوري المظاهرات هناك لا زالت تملك تلك القوة والتأثير على الأحداث بالرغم من كل شيء ثانياً على المقيمين في الخارج من المثقفين أن يؤسسوا لمبادرات وحركات لدعم هذا الهدف وأن يروجوا إعلامياً ويرشحوا سياسيين وطنيين ومتمكنين لهذا ثالثاً على المجتمعات العربية خاصة التي تعيش تحت سقف لا بأس به من الحريات عليها أن تضغط على حكوماتها لتجعلها تنضم إلى الداعمين لإقامة هذا الحوار الجاد وأن تعترف بنتائجه ولماذا لا يقام في أحد هذه الدول الشقيقة كتونس على سبيل المثال رابعاً يمكن أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي ولو أننا لا نعول عليها كثيراً بعد هذا ننتظر أن يخرج لنا ممثلين لكل أطياف وتوجهات الشعب السوري بدون إقصاء بدون إقصاء لأي أحد أن يجتمعوا تحت ظل الثقة المتبادلة تقديم التنازلات تغليب مصلحة سوريا الرمي بكل الأجندة الخارجية بعيداً وإذابة كل الصراعات الموجودة على أي أساس كان سواء ديني أو عرقي أو أي أساس كان ننتظر بعد هذا خطة طريق للمرحلة القادمة من تأسيس مجلس وطني مؤقت لتسيير البلاد ومن محاكمة كل المتسببين في هذه المأساة محاكمة عادلة وشفافة ومتلفزة ليشاهدها الجميع ويليت تكون من السوريين أنفسهم في حالي قام أحد الأطراف برفض الحوار أو انسحب وأسر على حمل السلاح هنا يجب على الجميع هنا يجب على الجميع أن يتوحدوا لمحاربته وأن يتوفر الدعم المادي والموجيستي والشعبي لهذا وفي الأخير سوريا اليوم تنهار لا حل إلا أن ننزع السبابة من على الزناد أن نوجه السلاح نحو الأرض وأن نجلس حول طاولة مستديرة لنتحاور إما أن نعيش معا كالإخوة أو نهلك جميعا كالحمقى وشكرا شكرا شكرا أيوب من الجزائر لا حل المأساة السورية إلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر